السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله معاكو كوكا عزائي هنتكلم النهاردة عن هل لقص اطراف الشعر فوائد وما هي مواعيد قص الشعر بلغنا خبراء ان التغذية السليمة والاعتماد على الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الشعر زي فيتامين الف وباء وسين وهاء وكمان الاهتمام بالحالة الصحية للجسم والحرص على تهوية الشعر وعدم الافراض في استخدام مكوة الشعر والسشوار وتجنب وضع صبغات الشعر وعدم استخدام كريمات فرد الشعر مصر البروتين والكرياتين والعناية بالشعر من خلال استخدام الشامبو المناسب ووضع سيروم وكريم وكريم مرتب للشعر والمواصبة على عمل حمامات زيت للشعر لتغذيته وتعزيزه النموه ده كله بيساعد وبيفيد في نمو الشعر وصحته ويبقى جميل طيب هل قص أطراف الشعر فايدة؟ أفاد الطب بأن المقصود بقص أطراف الشعر هو إيه؟ إزالة الأطراف التالفة والتي تكون دلالها لعدم وصول التغذية المناسبة للأطراف ما يعرضها للتلف والتقصف وهنا يكون الأص هو أفضل حل لهذه المشكلة بالإضافة أنه بيتيح للشعر الحصول على التغذية السليمة وأن ترك الأطراف التالفة بيتسبب في إجهاد الشعر لأن الجسم يحاول توصيل التغذية له فهيجهد ولا يستفيد الشعر بالتغذية لذا ينصحنا الخبراء بقص 2 سنتي فقط من الشعر مرة واحدة كل شهر وموعيد قص الشعر في الأيام القمرية هنوضحها الأيام البيض اللي هي أفضل وقت ننصح به جميع السيدات بقص شعرهم في هذه الأيام ولكن لماذا الأيام البيض بالتحديد؟ عشان نفهم وخاصة في الشهر الهجري لأن في هذه الأيام بتتم عملية اجتمال القمر ويصبح القمر بدرا ولذلك قص الشعر في هذه الأيام تعتبر فرصة رائعة لنمو الشعر بشكل صحي وسريع كما أن هناك دراسات كتير أثبتت أن قص الشعر في أيام اجتمال الأمر تعتبر هي الأفضل كما أن جميع هرمونات الجسم في الأيام البيض بيتم تجددها بشكل مستمر ومن ثم تكون النتيجة نمو الشعر بشكل سريع وصحي في الوقت نفسه هتلاحزي بفرق كبير في طول الشعر عند قصه في هذه الأيام الأيام البيض بتكون اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري أو العربي بينما أيام اجتمال القمر حتى يصبح بدرا هي بتكون اليوم السادس عشر واليوم السابع عشر بيكون الأمر فيها بدر وبينصحونا الخبراء أن القص بالنهار وليس بالليل يعني من الصبح لحد قبل المغرب وينتهي موعد القص للهدف بسبب إيه؟ أن الفيتامينات والمعادن بتتركز بالليل بأطراف الشعر والأظافر لو انقصت أيضا سوف تضعف لو تقصت بالليل القص بمقص يكون خاص للشعر فقط وعلى شعر مبلول ويفضل والشخص جالس وكمان يفضل قصه على مدة ثلاث شهور متتالية ممكن القص من نص صنتي إلى اتنين صنتي انتهى الفيديو وأشككم في رعاية الله وحفظه كنتم مع كوكا أوكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي اشتركوا في القناة